القمة العربية التي تراهن الجزائر على إنجاحها ستكون القضية الفلسطينية حاضرة فيها بقوة كما ستجد الفصائل الفلسطينية نفسها أمام حتمية توحيد رؤاها وبالتالي لم الشمل الفلسطيني فضلا عن لم الشمل العربي الجزائر حارصت على تشجيع التقارب العربي واحتضان الجزائر للقمة العربية هو حق طبيعي والجزائر دعت لاستضافة هذه القمة لكرم الجزائر ولأن الجزائر خرجت من الأزمات السابقة وأصبحت قادرة على استيعاب هذه التظاهرات الكبرى الجزائر استوعبت تظاهرات رياضية العلعاب بحراء بالمتوسط لي وشيء كبير الجزائر تحذر الآن لقمة الجامعة العربية وزارة المؤتمر الإسلامي يعني الجزائر دخلت في أدوار إقليمية احتضان الجزائر للدورة الواحدة والثلاثين أزعج العديد من الأطراف على رأسهم نظام المخزن الذي سعى بكل الطرق إلى التشويش على العمل الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية من خلال حملات إعلامية مضللة وأخبار كاذبة ومناورة سياسية الجزائر اليوم باحتضانها الجامعة العربية ستكون هذه خطوة لدعم القضية الفلسطينية صحيح نحن نسمع بعض التصريحات على أن الجزائر مختلفة مع المغرب الجزائر تختلف مع المغرب كدولة ولكن احتضانها للجامعة العربية هو احتضان لمؤسسة أممية دولية إقليمية وبالتالي ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا والجامعة نتمنى أن تكون فرصة للجامعة العربية تكون فرصة لتجديد الجامعة العربية وإصلاحها الجامعة العربية حدثت فيها كثير من التصدعات للأسف الشديد لم تعد تمثل كلمة الجامعة ونتمنى أن الجامعة العربية تصلح أخطائها تجاه ذاتها وتجاه العرب وتجاه شراكائها القمة العربية التي تعد بمثابة اليد الممدودة للجزائر للدول العربية الشقيقة والصديقة ستحقق أهدافها دون شك وهذا باعتراف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي قال الأسبوع الماضي إن القمة ستفضل محالة إلى توحيد الصف العربي